اطلع الدكتور حسين الأعوش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع الطب العلاجي بمعية الدكتور محمد الجمحية المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضر موت على سير الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها بهيئة مستشفى ابن سيناء العام بالمكلة للمرضى في مختلف التخصصات الطبية جاء ذلك خلال زيارته الميدانية والتفقدية للمستشفى ولقائهم بالدكتور حسين حداد رئيس هيئة مستشفى ابن سيناء العام بالمكلة وفي اللقاء استمع الوكيل الأعوش والجمحي من الحداد إلى شرح واف حول طبيعة الخدمات الطبية والعلاجية والاقسام والتجهيزات الطبية وكذا المشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل بالمستشفى مشيدين ومشيدين بدور إدارة هيئة مستشفى ابن سيناء في تنظيم العمل والجهود المبدولة لتطوير وتحسين المنظومة الصحية والعلاجية